مبارح كنت أقعب على اثنين أصدقائي بيتكلم فيهم حد عن إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا ويمكن هو كبير في السن شوية فكان رد الفعل التلقائي من صديقنا التاني يعني بيقول له هو لسه في حد مصاب بفيروس كورونا دلوقتي آه لسه فيه إصابات إصابات قليلة جدا ممكن لا تذكر لأن الحمد لله الوضع الوبائي في مصر بقى مطمئن جدا حالات الإصابة في كورونا ما بقتش أو بكورونا ما بقتش كتير ويعني تكاد تكون شبه منعدمة مقارنة قبل كده ومقارنة كمان بالنسبة الإصابة في دول العالم قبل كده لكن الدولة لسه بتقوم بجهود الجهود دي كبيرة في مسألة التطعيمات تحديدا ليه لأن ده أمر مهم جدا ويمكن بسبب التطعيمات دي قدرنا أن نتجاوز الموجة اللي فاتت من فيروس كورونا علشان كده وزارة الصحة دعت كل كبار السن كبار السن اللي ماخدوش الجرعة أو اللي أخدوا الجرعة التانية من ثلاث شهور أنهم يتوجهوا لأي مركز من المراكز الخاصة بالتطعيمات في أي مكان في الجمهورية وياخدوا الجرعة التالتة التنشيطية ليه علشان يكون عندهم مناعة قوية ضد الإصابة بفيروس كورونا ونقدر اللي احنا ننهي بقى خالص يعني هذا الكبوس اللي عيشنا فيه سنتين تقريبا بإذن الله خلينا نأكد أنه مسألة الجرعة التالتة التنشيطية من لقاح كورونا يمسألة غاية في الأهمية علشان نحمي أهلين من كبار السن من مخاطر الإصابة بعدو كورونا لأنه كبار السن لما بيصابوا الموضوع بيبقى مختلف عن إصابة الصغيرين ولو أنه فيه برضو صغيرين حوالينا أصابوا وما كانتش الإصابة أسهل حاجة فمسألة تعزيز المناعة بالجرعة التنشيطية التالتة مسألة غاية في الأهمية والحقيقة أنه مش بس كبار السن محتاجين يعملوا كده لكن كل الناس اللي عندهم أمراض مزمنة أو طبعا الناس اللي هي يعني في الصف الأول بقى التواقم الطبية وكل الفئات دي لازم تكون حريصة جدا على أنها تاخد الجرعة التالتة من لقاح كورونا عشان ربنا يسلمنا بإذن الله ونعدي المرحلة دي زي ما عدينا الموجة اللي فاتت بأمان صحيح يعني إن شاء الله هنعدي طول ما احنا متضمنين طول ما احنا مع بعض طول ما احنا بنستجيب يعني الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي بتقوم عليها الدولة طول ما احنا إن شاء الله هنعدي احنا بنتكلم على الجرعة التالتة وأهميتها للأسف وحنا بنتكلم على الجرعة التالتة في ناس أصلا لسه الحد دلوقتي المكسلة اللي هي تاخد التطعيم من الأساس أعتقد ما بقاش ليهم حجة لا في زحمة لا في يعني أثار جانبية ظهرت على حد من خلال السنة ونص تقريبا اللي خدنا فيها يعني هذا اللقاح وكمان ما فيش قوائم انتظار لو هنتكلم على الزحمة ما فيه الزحمة فيه حتى اللقاح دلوقتي بقى موجود ومتوفر في كل مراكز الشباب تقريبا كمان وأحيانا فيه أكشاك بقت موجودة في المولات الكبيرة وغيرها علشان ندي حضرتك هذا اللقاح ويكون فيه حالة من حالات التسهيل وتخفيف يعني الحمل من على أكتاف حضرتك علشان تقدر أنت تاخد اللقاح بمنتهى السهولة والأريحية لو هنتكلم على المغزون فاحنا عندنا مغزون من اللقاحات بتكفي أكتر من 42 مليون مواطن أعتقد ما فيش حد عنده حجة بقى كده يعني كل الأمور متاحة ومتوفرة أعتقد أنه كمان الناس محتاجة تعرف أن احنا تقريبا دلوقتي بقى عندنا 1393 مركز لتلقي اللقاح مش مطلوب من حضرتك غير أنك تختار أقربهم من بيتك أو أقربهم من مكان شغلك أو حتى في المترو بقى فيه في طريقك وانت رايح أي مشاوير أو رايح شغلك ممكن حضرتك تدخل وتاخد اللقاح بدون أي إجراءات أو يعني تعطيل لمصلحتك علشان بإذن الله قريب نقدر تاني نرجع نعيش حياتنا بشكل طبيعي ونعيش بقى يعني حياتنا بشكل كامل ونرجع لمرحلة ما قبل كورونا بنصبح على كل اللي بيشوفونا في كل مكان صباح الخير على حضرتكم وصباح الخير يا مصر